موسيقى السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شهوات الطعام ايمال اليوم اجبت لكم محد شباكيه سهله المسيقى 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 نحتاج ملعجية خمارة نصف كاس المزهر المسيقى 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 الملح لدي معلقة صغيرة ديال القرفة معلقة كبيرة ديال النافع متقوقو مغربل لدي معلقة صغيرة ديال الخل كاس ديال الخالط ديال الزبدة والزيت وعندي هنا الماء درت فيه شوية ديال الملوين باش غادي نعجنو به العجينة ويعطينا ذاك اللون زوين نبدو على بركتي الله هنا غادي ندير الملحة معلقة ديال القرفة كيف ما قلت لكم معلقة ديال النافع اللي سوا حمرتو وطحنتو وغربلتو كاس لارو بديزنجلان محمر ومطحون كاس لارو بديل لوز بالقشرة دياله حتى هو ما هذا ما حمرتوش غير طحنتو بالقشرة دياله وغربلتو غادي نخلط النواة شيف كيف ما كتشوفو غا تشبك هي سهلة ندرت انا غير نسكيلو ديال الطقيق باش نجربها معاكم هي كتصدق زوينة وكتعطي يعني مشي غا نسكيلو ديال طقيق زعمارة غا تعطينا شوية انا سبارك الله را كتخرج كتخرج فوق من سبعين حبة هنا يضفت معلقة صغيرة ديال الخمارة ديال ايديال وضفت هذه معلقة صغيرة ديال الخل وغادي نبدو نجمع بالخالة ديال زبدة وزيت كيف ما كتشوفو هيا لعجينة ديال الشبكية ما كتبوا تبغيش تكون جارية يعني كتبوا تكون قاسحة باش كي سهل علينا آآ نطلقوها مزيان هنا غادي نجمع مزيان كيف ما كتشوفو هدا غير الخالة ديال الكاس ديال الزيت وزبدة ونص كاس ديال مزهر هوا بدك يجمع علينا العجينة ديالنا وغادي نوريكم هنا يجحل غادي بقالية في الماء يعني ما غاديش نستعملو كامل إلا بوشو تستغنو على هاد شوية ديال الملوين اللي ضفت أنا ضفت غير شوية ملوين غدائي إلا بوشو تستغنو عليه ممكن آآ بوشو تديرو زعفران شعره حتى يطلق مزيان عد تخلطو كيف ما كتشوفو هنا غا نحاول كنحاول نجمع فلاجينة مزيان ونحاول نخليها تبقى آآ قاسحة شوية ماشي بزاف قاسحة مجموعة مجموعة وكتكون رطبة وكنحاول نجمعها باليد ديالنا هنا ما نستعملوش العجانة من اللي احسن ما نستعملوش الرغبة يعني غير اليد ديالنا في القصرية وتكون هاكا مجموعة فما كيف ما كتشوفو هاية جمعات معايا غادي نحاول غير ندلكها غير أصابع ديالي يعني غير ندخل في هدوك العناصر مزيان يعني غير نحاول غير نجمعها باش غير يمكن لي يسهل علي بأنني غادي نقطعها كيف ما كتشوفو يا رطبة مجموعة مزيان ورطباها هو المالي كيف ما قلت ليكم غير ما نستعملوش كامل هنا غادي نحاول نقطعهم نقديل كيف ما كتشوفو غادي نحاول نطلقهم على شكل طالي وغادي نعاود نطنيهم على بعدياتهم على الجوج وغا نعاود عاود ثاني نطلقهم على شكل طالي ونعاود نصد عاود ثاني ونحطها باش غادي نخليهم ما يرتاحوا هدي نكمل مع باقي القيطعة ديال الجينة ديال الشباكية نصرحها على شكل طالي مزيان ونعاود نطني ونعاود نقسم بنفس الطريقة تلقوها على شكل طالي ونجيبوا الأطراف بجوجهم عند بعدياتهم ونعاود نطلق ندلك عاود ثاني بالمدلك ونعاود ندير نفس الشي نفس الطية الخبيزات كاملين هنا ينجبت بلاستيكا اللي غادي نخليها ترتاح فيها تقريبا نخليتها أنا واحد ساعة ديال مقانا ودرتها في الطلاجة يعني ما خليتاش على برا درتها في الطلاجة وصديت عليها بلاستيكا حتى 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 لقيتها رطبة من طلوقة هي ديجا دابة وانا كنت لق فيها وهي رطبة هذا كشاليش العجينة خصة تكون شوية ما تكونش قاسحة بزيف وما تكونش رطبة بزيف باش كاي يسهل علينا شكال ديالة هنا اي طرف سايبتو غا يعني غادي نخشيف بلاستيكا باش هكاي يرتابو كاملين مجموعين ويتو كنتو زربانين بات قدروا تخليوا واحد ربع ساعة حتى النصف ساعة سافو من بعد من بعد تخدمو بها كي اللي كي بغي يستعملها بحلو كي يعجنها اليومة وحتى الغدلي عادي يشبكها وحتى الغدلي عادي عادي يطيبها عادي يقليها حتى هي كتجيم زيانة حيت ما فيهاش هادي خميرة ديال الخبز الخميرة ديال الخبز الى ضفتوها هي اللي كتخافوا منها اا ما خصاش تبات يعني خصت طيب فهذا كالنهار دياله كيف ما كتشوفوا انا جمعتهم هنا يا هدوك القرائسات غادي ندخلهم تلاجة وغادي نخليهم انا واحد ساعة ديال ما قانا حتى غايت رخفهم يطلقو مزيان ونطلقو انشاء الله باش نشوفو تشكال ديال شبك ديال شبكية كيفاش غنصيب هنا ايا غادي ناخد وحيدة غريسة وحيدة وغادي نطلقها مزيان غادي نحاول اللي عندها الالة ديال شبكية تستعملها كتعاون حتى هي صراحة كتعاون مزيان وكتطلق العجينة مخيرة كتطلقها رقيقة هنا اللي ما عندوش بحالي انا يسعن غير بالمدلك ويحاولي اطلقها رقيقة بزاف حيت فيها رفيها الخميرة يعني غادي تنفخ ضروري غادي تنفخ وخاديك معي القاس طغيرة ضروري كتعطي الفائدة ديالها كتنفخ لنا مزيان هنا كنحاول نرققها مزيان كيفما كتشوفو رها رقيقة والصمك ديالها رقيق هنا انا اخديت هاد الالة صراحة عتي كتريح مزيان هي اللي كانت طابع على شكل طابع هي اللي كانت طبع بها وكتصيبهم قادين وبنفس العبار يعني شبكية كتجيك بنفس العبار وزوينا هادي شريتها غير من واحد المحل التجاري كي بيعاد شي ديال ادوات ديال الحلوة تأمان رمزي را ما غالياش ما كاملاش عشرين درهم ما غالياش اللي ما كانش عندها بحالة هادي الصراحة انا اخديتها حيت كتريح مزيان من الجرارة حسن من الجرارة بالنسبة اللي ما عندهاش تتعمل الجرارة هنا هي كتريح مزيانين وبنفس القد وبنفس العبار صراحة هاد العام اني خدمت بها عجبتني كيف ما كتشوفوا هاي مقادين هدوك العوينات ديالها وحتل قد ديالها كالكاري ديالها كلهم مقادين وزوينين هنا هنا هادي نوريكم طريقة ديال الشباك اللي كانشبك بها انا هنا كان نحاولوا نهزو واحدة ونهبت واحدة ونهبت واحدة الفوق اسبعنا كيكونوا ثلاثة واللور كيبقى وجوش كان ناخدوا القنت الولاني على القنت الثاني وكان نوركو عليهم بزيان بالعجينة ومن بعد كان حاولو نخرجو اسبع ديالنا وندخلو لباقي الاطراف كيف ما كتشوفو كان حصلو على هاد الشكل ديال الشباكية على شكل وريدة ومن بعد غنحطوه فوق سطح العمل ونقرسوه من جناب حلاكة باش كتجي مجموعه وكتجمع يعني ما كتطلقش معانا في الطياب ما كتطلقش هدي الطريقة العادية المعتمدة عند كل شي كيشبك بحينطلع بها بطريقة وسهلة صراحة هنا ما حاولت ما نزربش الفيديو باششوفو على خاطركم طريقة ديال تشباك لانا وضحتها مزيان كيف ما كتشوفو هاوما ثلاثة كينين من الفوق ديال اصبع ديالي والتحت عو تاني كنخلي وجوج هنا كنوركم زيان على الجنب الفوق عاني والتحت تاني نحاولو نلسقوهم ومن بعد نحاولو نخرجو اسطبع ديالنا نخرجوهم قاعد وهنا نحصلو على شكل ديال شبكية ديالنا على شكل وريدة ونحاولو نقرسوهم من جناب هاكا باش كتبه الفورما ديال شبكية كيف ما كتشوفو غادي نعاود نشكل معاكم واحد اخرى باش شوفو مزيان ولي ما وجداش مع مرة وجداش شبكية غا جيها سهلة مني غا تبعد المراحل حي ترا بينت كل شي بينتها اه مزيان كيفاش كتشبك وكيفاش كتتعجن اه بغيتكم زعمة تشاركو هاد الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع اه ومهات ديالكم مع اي واحد بغي طيب شبكية تشاركو مع هاد الفيديو غادي نفعوه مزيان وفيه طريقة مبسطة وفيه مقادر مبسطة احتهية والفيديو بين وان شاء الله لا تبعتوك على هاد المراحل اللي درت اه والمقادر احتهية قليلة اه الا تبعتوك على هاد المراحل اللي درت ارا غادي تصدق معاكم اه شبكية رائعة وخا تكونوا معمركم ما صيبتوها يعني تكون اول مرة غادي تصيبوها اه غادي تنجح معاكم ان شاء الله على حسابه انا انا باقي كان وريكم في طريقة هادي التشبك صراحة ما بغيتش نزرب الفيديو هنا هادي الطريقة مهم هادي دي التشبك هي اللي كتنجح بها شبكية يعني لما كانش الواحد كيعرفي يشبك اه وخا غادي تدير المقادر وغادي تدير العجينة يعني غادي ته غادي توحل شوية هنا غادي نوريكم نيترانيم وغادي نوريكم في نفس الفيديو قدرت واحد طريقة دي التشبك سهلة اللي ما غادي تحاول ما غا تعرف شونا متأكدة بان اي واحدة شافت هاد الفيديو وشافت هاد الطريقة اللي يدرت دي التشبك الا وغادي تعلم لها وغادي تعرف من اول مرة غادي تعرف كيفاش تشبك وهنا بقاو معايني ترا غادي نسايب واحد طريقة هي متداولة يعني كيعرفوا لها الناس وكينا منش حال هادي غا بغايت نذكر بيها ونصلوا لها نوريكم كيفاش طريقة دياله هنا باقي كنوريكم غير في الطريقة دي التشبك ديال الوريدة كيجوا هاد بالفضل ديال هاد اللي تقطع كيجوا هادو شبكية ديونا مقاددين عندهم نفس القد ونفس القياس صراحة كتهني كتر احسن من الجرارة وبنسبة لي ما لقاتهاش في هاد دوروف زع ما صعيبة شوية الواحد يخرج ويقلب انا كنت شاريه هاش حال هادي قبل ما قبل ما يكون هاد الدوروف لي كي مربعها كي مربعها البلاد ديالنا ولا يلطف بينا ان شاء الله يا ربي هنا ايا انا درت ليكم طريقة ديال الجرارة باش لي ما متوفراش عندها هديك الالة وعندها الجرارة حتى يمكن لها تصيب شبكية علاش الله واي حاجة صيبناها في الدار وكان عارفو اشنو فيها وكان عارفو باش مصيبة وكان عارفو الزيت باش مقلية والعسل كيفاش كيفاش تفات فيه يعني صراحة حاجة ديال الدار حسن بزاف من حاجة ديال الزنقة هنا يا غادي نوريكم الطريقة ديال بدون تشبك هدي تشبك العادي اللي كان ديرو اللي ما عنداش الالة تديرو بجرارة حتى يناف الشيء وهنا نوريكم الطريقة ديال شبك اللي ما كتعرفش تشبك تقطع شرائح هاكا طوال وتشد تحول تلوي على الصباح ديالها هدي غادي غا تبقى تلوي متل ما تلسقش ما تزيرش مزيان وغادي تطلق العجينة وغادي تجمعها من جناب بحالة الشكل انا جوني هادو شبكية صغيرين حيت درت ما تلقاش العجينة على الطول ديالها بزاف انا ديرها غير شوية صغيرة ولكن را كيجو فنين صراحة كيجو زوينين كيجو ساهنين وكيبان هدك هدك دريس ديالهم ديال الجرارة كيبقى زوين صراحة دا بتشوفوا في الشكل النهائي غادي سبعد لكم انتو ما تبارك اللانس كيلوش حال خرج ليا را تلاسة البلاطوات وغا تسوينية صغيرة دا تقريبا شي 80 حبة كتر من 80 حبة لي خرج ليا هنا غادي تشوفوا الطريقة اللي باش غادي نقلي هنا العسل ديال شبكية رغا نخلي لكم الرابط التحت باش تدخلو لي هادا العسل صيبش وخاص بالشبكية ما بواجش ان اخو دا دوك ستايلات اللي على برا لهم ما نصيبو في الدار هنا يدرت الزيت يتخون ضروري تكون الزيت كيميا كتيرا وتكون لاني اللي غادي تبدو تقليفة شبكية تكون غارقة باش هكا مني كتبدا الطيب شبكية هكا تطلع الفوق بوحدة كيف ما كتشوفوها يارا بدات كتطلع هي شبكية مني كتبدا الطيب كتبدا طلع الفوق بوحدة هنا غا نحاول نقلبها باش تحمل على الجهة الاخرة هنا غادي نشوفو في عبدات كتل لون ديالها كيتدهب غادي نطفوها في العسل العسل انا مصيبه خاص للشبكية هنا غادي قليات ثانية هنا غادي القليات ثانية كيف ما كتشوفو الزيت راها آآ سخون را غير كنحط شبكية كتطلع الفوق هدا كيعني بانها بدات كتطيب ما نخلي واش تتحمل بزيف في الزيت حتي هي شبكية مني كتدر في كتطفا في العسل كي يرجع لون ديال هدا يبي اللي كتبغي محمرة بزيف بحالي بحلاكة تخلى الطيب شوية اللي كتبغي اللون عادي ديالها بارد شوية تحيدها من قبل ما تخلاش طيب بزيف هنا نحاول نحركها غا نقلبها مزيان باش طيب في الجواني بجوجهم سافيهم بدا نصفيهم بدا نطفي في العسل هدي الطريقة اللي كندير وكي يعتمدوه وقع الناس كيديرو بحال هاكا حتى غا نسالي هادا غادي نسالي شبكية عاد غادي ندردر على هالجنجلان اللي دايجا كنت حمرته وغادي نستفها في بلاتو وغادي نهنها ندردر على هالجنجلان وانطلقها ان شاء الله مع الشكل النهائي هاو شكل نهائي دي الشبكية ديالي صراحة جات رائعة لف الشكل لف الماضاق لف كل شي صراحة وجاتها الشيشة وشارب العسل من الداخل كيفما كتشوفو دوك البوايقات كيكونو شارب العسل مزيان وصراحة جات زوينة شيشة زوينة نصيحة ديالها نصيحة نقدم عليكم مني تبغيوا تصيبوها ديروا واحد بلاستيكا فرشوها وستفووا فوق منها شبكيات وعد رجعوا البلاستيكا وستدوه مزيان على السوبيرة وديروها في مكان مظلم في البلاكار لي ما غاديش تقدروا تصليها يكون مكان جاف وشكرا لكم ونتتبع ديالكم إلا الليقة في بيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة